ترجمة نانسي قنقر وإنقاذ الموسم الدراسي لملايين التلاميذ وتحقيق انفراج لحل حلة هذا الملف سامير أسبان والعربين هيري هذه محطة جديدة ضمن جولات الحوار التي تعقدها المركزيات النقابية لقطاع التعليم مع اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية اجتماع اليوم يطبعه التحاق الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي بجولات الحوار الرامية للتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأتراف كل الملفات المطلبية وضعت الآن على طاولة الحوار اليوم كان كل الملفات المطلبية التي تم وضعها فوق طاولة على أساس نبنيه على مخرجات الاجتماعات واللقاءات التي تمت لحد الآن والمكتسبات التي تمت لحد الآن وندرسوا في نفس الوقت هذه المطالب أو هذه الملفات المطلبية التي جاءت الآن بها لا النقابة التي كانت الأربعة ولا النقابة التي الخامسة النقابات الخمس وصفت تطورات الحوار بالإيجابية كما أجمعت على نفس المنهجية لتعديل النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية وتبني نسخة جديدة منه في أقرب الأجال كان الاجتماع في أجواء جد إيجابية دوننا في الحيتيات تعديل النظام الأساسي وأيضا تكلمنا عن الملفات العالقة سيكون الاجتماعات السبت يوم الأحد لتعديل نهائي لهذا النظام الأساسي نقبل صادقين بأن يوم السبت أي غدا نكون قد أنهينا أهم شوط في التعديلات على أساس أن تتم تسلم المشتودة ليوم الأحد وعرضها على الأجهزة التقريرية من أجل إنهاء هذه الأزمة المرتبطة بالنص الذي هو بمتابة النظام الأساسي لموظفات وموظفي وزارة التربية الوطنية اتفاق على منهجية وتصور للعمل المشترك من أجل الحل باقي البلود ديال النظام الأساسي ليكون في مستوى تطلعات نساء ورجال التعليم لا فيما يتعلق بالمهام لا فيما يتعلق بالفئات لا فيما يتعلق بالنظام العقوبات جميع اليوم عدنا طرح مجموعة من الملفات ذات الأطر المالي واللي مرتبطة كذلك بتعديل للنظام الأساسي السيدة التانية والتأهيلية الابتدائية لإعدادية العمل في المناطق النائية الأطر المشتركة ومن بينهم طبعا المساعدين الإدارة والمساعدين التقنيين جوالات الحوار لا تزال متواصلة لطي صفحة الأزمة التي أفرزت إضراب الأطر التعليمية لأكثر من شهرين يستمر الحوار بعد تبني الحكومة ونقابات قطاع التعليم في العاشر من دجمبر الماضي لاتفاق يهم تحسين الدخل المالي للنساء ورجال التعليم وإقرار زيادة عامة في الأجور حُددت في 1500 درهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر